المعنى التاني الجميل جدا في نفس الجملة فن الشكاية إلى الله لما تتوجع اشتكي اتعلم فن الشكاية إلى الله يعني ايه فن الشكاية إلى الله تزلوا البنق دي بالعمية على فكرة حد يقول ان اللي قاله النبي ده دعاء ده مش دعاء ده ايه ده شكوى إلى الله الشكوى إلى الله عبادة الشكوى إلى الله عبادة اشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس لما تتوجع او يعمل كده يا رب انا غلبان يا رب يا رب مليش مخرجا لبيك ما تسيبنيش اجبر بخطر ده انا جبرت بخطر فلان طب اتوسل إليك بفلان اللي انا جبرت بخطره واللي انا وقفت جنبه اجبر بخطره خررنا من الديقة يا كريم يا رب الكون ملكا ده الشكاية دي الشكاية وإذا فتح عليك وجرت دموعك فاعلم أنه سيعطيك الكثير لو لقيت نفسك لسانك بيجري بالشكاية ودمعك نازل لأنك موجوع اعرف إن دي ساعة إجابة أمن يجيبه المضطرة إذا دعا يبقى رحلة الإسراء والمعراج بتعلمنا إن مع العسر يسرى بتعلمنا تديق 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 فتروح لربنا مسلم وتشتكيله لازم يفرجها عليك وكأن رحلة الإسراء والمعراج بتعلمك المعنى ده يا مقهورين في الدنيا ويا مظلومين وبلاش مظلومين موجوعين والدنيا وجعاكم والجرح مالي قلوبكم سلم واشتكي هل ده يمنع إن أنا أبكي؟ طبعا نبكي إحنا بشر هل ده يمنع إن أنا فاطفض مع الناس فاطفض مع الناس بس لما تشتكي رح لربنا رح له الأول ولما تحس إنك مقهور وعايز تعيط إيه وعا تجري على الناس الأول فرصة إنك تروح له إنت ليه بتقعد تحط إيدك على الكنبة وتقعد تعيط يا عم دي فرصة طالما جموعك قربت طبما تروح له إنت ما خدتش حاجة لما أعطت أعطت تعيطي على الكنبة لوحدك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفزعه أمر هرع إلى الصلاة عشان يشتكي بين يدي الله ومن الشيطان إنك تبقى عمال بطعيط وبتدور على التليفون عشان تفطفض لحد ومش عيب إنك تفطفض لحد بس ابدأ بالله لو لقيت الدمعة خلاص حتسيل من عينيك اجري اجري فرصة لأ الصنة وحش ومش معقولة لما كون مضطر روح له ده هو وقعك في الاضطرار عشان تروح له ده أنت مش فاهم حاجة ده الشيطان تحكي عليك دلوقتي أصلاً وحش إزاي روح طبعاً تروح له إمتى ده هو وقعك في دي وأحياناً يجرنا الله إليه جراً بالمصائب لنعود إليه تقومين أنت ما تروحلوش ترجمة نانسي قنقر